اشتراك مع نظم الحمل بتخفف الحمل شاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبياً لكنها أدفأ نسبياً من الليالي الماضية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان تسع درجات مئوية أحوال الجوية المتوقعة للأيام القادمة يوم الاثنين ارتفاع ملموس وواضح على درجات الحرارة وأيضاً تنشط الرياح الشرقية ومع هبات قوية بتكون مثيرة الغبار والأتربي خاصة في جنوب وشرق المملكة بتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح درجات الحرارة بتكون أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين خمسة إلى ست درجات مئوية العظمى المتوقعة يوم الاثنين بحدود واحد وعشرين درجة مئوية الأجواء يوم الاثنين ليلاً تقريباً دافئة نسبياً ودرجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلها بشكل واضح أجواء غائمة جزئياً بغيوم متوسطة وعارية في هناك احتمال حوالي 30-40% لسقوط بعض الأمطار الخفيفة من الجبهة الدافئة التي تكون موجودة في مقدمة منخفض جوي ولفترات محدودة يوم الثلاثاء انخفاض واضح كون المملكة تتأثر بمنخفض جوي وبداية تأثرها بكتلة هوائية باردة هذه الكتلة الهوائية والمنخفض الجوي بيكون واضح تأثيرهم على المملكة يومي الأربعاء والخميس فيوم الثلاثاء بداية للانخفاض على درجات الحرارة بحيث تعود حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة والأجواء بتكون باردة نسبيا غائمة جزئيا تسقط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة لاحقا وتدريجيا تمتد إلى بقية المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية والرياح يوم الثلاثاء بتكون جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا بتكون مثيرة الغبار والأتربي خاصة في جنوب وشرق المملكة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح يوم الثلاثاء ليلا تتكاثر الغيوم ويمتد سقوط الأمطار ليشمل المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الواضح والملموس وبتكون الأجواء غائمة جزئيا أثناء الليل وتسقط الأمطار في معظم مناطق المملكة تقريبا والصغر العظمى المتوقع يوم الثلاثاء خمستاش لكن الصغر المتوقع يوم الثلاثاء سبع درجات مئوية يوم الأربعاء تتأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة المنخفض الجوي تسيطر هذه الكتلة الباردة يومي الأربعاء والخميس على المملكة وبالتالي بتكون الأجواء واضحة واضحة الانخفاض واضح والأجواء باردة بامتياز ودرجات الحرارة أقل من معدلها بشكل واضح وملموس والأجواء غائمة وباردة وماطرة وأيضا رياح قوية مع حبات قوية على فترات والحرارة العظمى بتكون بحدود عشر درجات مئوية يوم الأربعاء والأمطار بتكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا وأيضا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض الأماكن المنخفضة وتشكل السيول أيضا في المناطق المنخفضة إذن يوم الأربعة أجواء باردة غائمة ماطرة مع رياح قوية وأيضا الأمطار غزيرة أحيانا أربعة ليلا أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة ورياح قوية وأيضا الأمطار بتكون غزيرة أحيانا يصاحبها البرق والرعد أحيانا ملخص الأحوال الجوية المتوقعة ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الأثنين ولكن انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الثلاثاء ومنخفض جوي بيبدأ تأثيره على المملكة مساء يوم الثلاثاء وبتستمر الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له والمنخفض الجوي بيستمر تأثيرهم على المملكة يومي الأربعة والخميس وحتى يوم الجمعة فبتكون الأجواء باردة يومي الأربعة والخميس وحتى الجمعة وغائمة وماطرة والأمطار أحيانا بتكون غزيرة يصاحبها سقوط البرد وحدوث الرعد والبرق أحيانا طبعا مع رياح قوية أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ومن طقس العرب لكم تحية